اشتركوا في القناة اه برحب بحضرتك ومشاهدينك المحترمين البرنامج المحترم واللي انا بحس بدينا اكتر من حقنا خالص دعاك والله خالص خالص على الاطلاق بمنتهى الانصاف الشغل اللي عامله جهز اكتر من رائع اكتر من رائع وفعلا مش خزار لما الناس بتتصل او بتبعت الرسالة بتحصل استجابة اه يا رب يعني نستمر في ده والحقيقة فرصة بقى لما حكي قلت كده ان انا الحقيقة اشكر فعلا وبصدق مش مجاملة كل زملائي في الجهاز الحقيقة بافخر انه جهاز حكومي بيشتغل بعقلية مختلفة لا نقدر نقول شبه القطاع الخاص ولا نقدر نقول شبه الحكومة لكن بقى ليه شخصية مختلفة يعني من غير اي مبلغة انا نازل لو جايلك دلوقتي وزميل اللي لسه في الجهاز برغبتهم قاعدين بيشتغل الساعة 11 و 4 دقايق واخوانا في جهاز حماية المستهلك قاعدين في الشغل الحد دلوقتي اه رغم ان ده انا في رأيي اه مش نجاح النجاح ان احنا نشتغل من 9-5 5-5 ايام في الاسبوع لكن اه اه بيحب شغلهم ومش عايزة ضيع وقت في انه يعني اقول اكتر من كده اه بيحب شغلهم وبقى لينا طارجة واضح بقى هنا حاطين اه مؤشرات اداء معينة وبقوا بيسابقوا الزمن عشان يحققوه ويمكن اهم مؤشر اداء بنعتمد عليه دلوقتي هو مدى رضاء المستهلك كل ما بنزيد يوم وبنبتدي نعمل سيرفيز او نعمل استقصاء رأيي ونلاقي نفسنا زيدنا 1% بنفرح اه بنتشجع اكتر لو نزلنا بنتضايق وبنشتغل اكتر وقت مع مجموعة مؤشرات اداء طويلة وعريضة اه منها زمن حل الشكوى منها عدد الشكاوى المتأخرة منها منها فالحقيقة انا مش عايز اه اه يعني اتكلم كتير في ده عشان الناس اه حتتصور كده ان انا بدافع لكن اه منقدر نقول اه هي دي الايرا هي دي ده ده العصر اللي اللي دخلاه باذن الله الدولة كلها اه فكرة انك اه تشتغل بهدف اه بروح اه معركة شوي اه والحقيقة انه البني ادم المصري انا انا مش عايز اتكلم من كلامه مش عايز اقول عشان الناس هتعتبروا مزايدات لا لا قول البني ادم المصري بيبان اه لما بيبقى قدامه تحدي اه بص كده على اه مختلف اه الفترات المحن في مصر بدقا من الحاجات اللي احنا معاشناهاش وبنسمع عناها كحروب واستنزاف وحرب واوة والجريمة صفر في كل حرب تبقى معدل الجريمة صفر 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 مرورا بكل الثورات عفوا اللي مرنا بيها انتهقم ثورة يونيو 30 ستة 30 ستة 30 ستة شوف الروح بتاعة المصريين لما بيكون عندهم تحدي آآ بتباين كل الحكاية ان احنا بقى عندنا جهاز حمية المسالج تحدي احسسنا ان احنا جزء من ثورة حقيقية احنا مقتنعينها بتحصل في مصري دلوقتي اللي مش حاسسها هيحسها اللي مش حاسسها مستني نتائجها لكن احساسنا ان جزء نخلي الناس بتشتغل بالروح دي طبعا طبعا بنتعب وطبعا بنتدايق وطبعا بنشعر ساعات بانه ممكن يكون المقابل مش بحجم التعب لكن بشكل عام الروح دي مخليها الجهاز انا شخصيا سعيد وانا راح الشغل الصبح وزمالي سوعة صح بنشتغل وحنا مبسطين دي ما فيهاش بالمناسبة حتى تزيد المسألة كلها متعلقة بالواقع لانه ده هو ده اللي حصل يعني ما بنخترعش شيء ما مجراش على ارض الواقع هو ده اللي حصل لما يبقى اخوتنا او زملائتنا زملائنا اللي موجودين في جهاز حماية المستهلك موجودين لحد اللحظة اللي احنا فيها ما هو ده واقع في النهاية يعني وانناس دي ما نروحيتش بيوتها فالناس دي قاعدة في المكتب بتشتغل مش قاعدين بتفرجوا عالتلفزيون يعني عايزين يحققوا الهدف بالزبط عايزين بنحط الهدف وبنجر وراها المهم الاهم من ده كل يكون المواطن فعلا حاسس بي ده يعني ممكن نكون بنشتغل ومشتغل مش محسوس مش شغلنا مش محسوس احنا اللي يهمنا او المقياس الرئيسي اللي بنقيس عليه نجاحنا الاستقصاء الرأي اللي بنعمله ونشوف بيه الناس راضية بمعدل ما وصلناش لـ 80 و 85% وصلنا دوبك في 78% و 77% ومع ذلك ده بالنسبة لنا نجاح هايل يعني ان احنا نرتفع ونوصل لـ 77 و 78% رضا مستهلكين ده رائع في تقدم اهم حاجة لي فيه تقدم يعني بدأنا بـ 62% لما وصلنا لـ 78% يبقى احنا على الطريق يبقى شغالين صح حلو ده في حد ذاته بيحفز الناس طول الوقت خلينا ندخل في الموضوع هادخل في الموضوع انطلقا من السؤال اللي احنا حطناه على الفيسبوك بتاع البرنامج او صفحتنا بتاعت البرنامج ماذا تريد من جهاز حماية المستهلك اول حد بعت قال اقتراح عجبني بصراحة قال ليه الفاتورة الالكترونية اللي هي الكمبيوتر اللي بيطلع دي الفاتورة نسيب بتاع الكمبيوتر ليه ما يتكتبش عليه من تحت رقم جهاز حماية المستهلك او الواتساب بتاع جهاز حماية المستهلك فكرة جديدة بالدراسة احنا القانون الحقيقة بيلزم كل محل تجاري انه هو يعلق سياسة الاستبدال والاسترجاع وبيبقى عليها رقم حماية المستهلك طبعا انا مقدرش افرض عليه انه حط الفاتورة وممكن نناقشها مع التحاد العامل غرفة تجارية ومع التحاد العامل صناعات انه لو تطوعنا الناس تحط الرقم ده يكون شيء جايد جدا عشان الناس يصلوا بالاقتراح جايد طيب تعالى نروح لأكتر ما يشغل بال المواطنين وكأننا ما بنبطلش شارع عربيات ودي حاجة غريبة جدا بس الناس طول الوقت مهمومة بظاهرة الاوفر برايس ومحاولات انا متأكد من جهاز حماية المستهلك لانه الظاهرة دي تنتهي انا عارف انه كان اخر قرار خالص لو حطيت اوفر برايس حطه على سعر العربية في مكان ظاهر وانه يبقى مبين في الفاتورة وبالتالي ما تبقاش فلوس مستخبية وطلع بعيد بس فكرة انه تنتهي الظاهرة تبقى العربية بسهرها الطبيعي خلينا نقول يعني الظاهرة هتنتهي او على الاقل هتقل بحجم بحق يعني بمؤشرات واضحة جدا لما اساس الظاهرة نفسه يختفي واحنا قلنا للناس من خلال البرنامج عند حلالك المحترم انه اسباب الظاهرة ايه؟ وعشان نفكر الناس بشكل سريع جدا اسباب الظاهرة هي العجز اللي موجود في اشباه الموصلات او السيمي كوندكتورز النهاردة المصانع بتاعت سيمي كوندكتورز او اشباه الموصلات بدأت ترجع لاقاحة الطبيعي في الانتاج وبالتالي هتغذي احنا عايزين نقول معلومة كل عربية ممكن يكون فيها اتناشر الف قطعة موصل مش يعني مش شريحة كده بتتركب وخلاص فطبعا النهاردة وفيها اكتر من كده وفيها الممكن فالنهاردة دي بتستهلك كمية اشباه الموصلات كبيرة جدا ومش هرجع بقى للحديث اللي احنا قلناه قبل كده فيما يخص ايه سبب ازمة اشباه الموصلات بالفعل لكن خلاص مصانع اللي بتنتج اشباه الموصلات او السيمي كوندكتورز بدأت ترجع لنمطها الطبيعي في التوريد لمصانع السيارات وبالتالي انتاج السيارات هيرجع تاني بحجمه الطبيعي وزي ما الناس عارفة هي السلعة لما العرض بيكون مكافئ للطلب بتستقر الاسعار او العكس والعكس يعني سواء زاد بترخص الاسعار او بتزيد الاسعار فالمفترض احنا قلنا نص التاني من 22 هتبتدي المصانع ترجع لإقاحة طبيعي في الانتاج وبالتالي تتوفر العربيات وترجع زي ما كانت مقود وبالتالي هيبقى فيه عندي وفرة من المنتج او المركات المختلفة وعلي المفترض اللي التاجر ما يحطش الـ هيتزن السوق تلقائيا هيتزن السوق بشكل تلقائي لكن طبعا احنا موقفتاش احنا طلعنا القرارات وقرارات بقت مهمة جدا في السوق والحقيقة قدت لهدوء الظاهرة بشكل كبير خلينا اقولك كمؤشرات الشكاوى اللي عندي بنسبة اللي تخص استلام السيارات اتحلت بنسبة تتجاوز في المتوسط ما بين الشركات كلها تسعين في المئة نسبة حلول فبالتالي يبقى الناس فعلا بدأت تستلم عربياتها وبدأت تستلمها في الموعيد اللي متحددة وبالإيصال اللي احنا قلنا لازم يكون منصوص عليه ازاي وهو 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 فالدنيا بتتحرك سواء من خلال الضغط اللي احنا عملناها كجهاز حمية مستالك الحمد لله جاب نتاج جيدة جدا في السوق او من الآليات العرض والطلب الطبيعية اللي بتحسن من خلال السوق العالمي طب انا عندي سؤال ساعات الناس بتروح علشان وهي بتشتري العربية فيتقلق جملة غريبة جدا خد بالك هو السعر ممكن يزيد في اي وقت طب مش انا دفعت مقدم الحجز لا على اساس السعر مثلا ان انا افترض مفيش عرض لقتي بمئة الف بس انا افترض ان في مئة الف جنيه مش انا اتفقت معاك على انه العربية دي بمئة الف اه وانت قلت لي مقدم الحجز مثلا عشرة في المية فانا حطيت عشرة تاليف هو ينفع وانا جاي اكمل بقية الفلوس او استلم يتقال لي الاسعار زادت بقيت مية وعشرين قطعا لا ودي من مكتسبات الازمة ان احنا الاول كانت الامور مفيش مشاكل فبالتالي ما كناش بندخل في تفاصيل التفاصيل لما حصلت ازمة السعرات من ضمن الحاجات الاساسية اللي تدخلنا فيها دلوقتي ان احنا ايصال حجز العربية اصبح عقد ابتدائي حلو عقد ابتدائي وفقا ليه قرار جهاز حماية المستهلك فيه كل ما يخص العربية شكلا موضوعا مواصفات حتى الكماليات السعر معادة تسليم بالساعة في حضرتك النهاردة لو رحت تحجز عربية هتلاقي الاصال الحجز اللي بيديه لك في كل بيانات العربية اللي تسليمها بسعرها بمعادة تسليم واي حاج غير كده بمخلطة حلو جدا طيب هل من حق التاجر الموزع ايا كان انه يحط حتى فيه اطار العدد القليل اللي بيوصل من عربيات من حقه انه هو يحط ما يطلق عليه اوبر برايس هل هو ده من حقه بص الموضوع ده قتل بحسن في اطار التجارة الحرة في اطار ما يسمى بالتجارة الحرة او فري ماركت طبعا تحديد السعر مش جبري هم فيش حاج ازمه سعر جبري لكن فيه حاج ازمه سعر استرشادي هم سعر استرشادي ما يلي بيحدده الوكيل او العلامة التجارية نفسها هيا اللي بتحدد سعر استرشادي للبيع لكن لو بنتكلم في تجارة حرة مهم مسألة عرضه طلبه منافسة هم فมمكن يحدد سعر اللي عايزه فلكن جرى العرف ان فيه سعر استرشادي الناس يمكن هنا الخلط شويه إنه بيقولك العربية عند الوكيل بكذا وبرى عليها أوربرايز كذا في الآخر طيب هي موجودة هنا بالسعر اللي انت عايزه لكن هتستلمها كمان ثلاث شهور أو أربع شهور انت مستعجل انت مستعجل إذن انت بتدي مساحة للتاجر إن هو يستخدم الضغط عليك عشان بدي لك سعر أعلى لكن هي موجودة بالسعر اللي بتاع الـ قصبر شوية هي ده حتى ده أنا قلته طبعا ما انتش مضطر طبعا ما انت مفيش يعني أزمة أصلية مش سرعة يعني مش هقول هي رفاهية هي مش رفاهية طبعا العربية النهاردة بقت تعتبر سرعة أساسية بس أصد على سبيل المسال معاك عربية ومشي استنى شوية لما الأزمة تعدي وبعد كده أسعار تستقر وغير العربية ما لم يكن عندك ضرورة ملاحة تتطرق طيب يروح استلم من الوكيل لكن هو فعليا طبعا أي منتج بتقل الوفرة بتاعته برتفع السعره على طول على طول طبيعي قولا واحد فبالتالي النهاردة طالما نقص العرض مهما نعملت معانود المطلوب خلاص حيفضل فيه قطعة واحدة من المنتج اتنين عايزين فإذا أنا بعمل مزاد بينه بس كده لكن لو فيه قطعتين للتنين خلاص استقرت لو فيه تلت قطع للتنين فأنا اللي بجري وراء التنين فيبقى هنزل بالسعر صح نظرية عرض وطن طب خلال يمكن أنا بتكمل كل ده لسه في موضوع العربية وهذهب لبقية أنواع المنتجات المختلفة التي نستهلكها يعني وبالمناسبة جهاز حماية المستلك يحميك حتى وانت بتشتري عقار وانت ببيع عقار هنحكيها مع المشوانس بعد شوية بس المسألة مثلا فيما يتعلق ب أنه خلال ثلاثة أو أربع سنين فياته بدأت تظهر شركات أو معارض بتيجي تقول لي والله أنا ممكن استورد لك العربية اللي أنت عايزها من بره ونشطت الحكاية دي جدا من بعد المرحلة الأخيرة أو من قضاء المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية هل جهاز حماية المستهلك أيضا يقوم بحمايتي وأنا بقوم بعملية الشراء والاستيراد أو يعني لما حد بيستورد بنيابة عني لا في الإجراءات الشراء أنا لأت أدخل أنا يبدأ يبدأ جهاز حماية المستهلك دوره من بعد ما تستلم فطورة المنتج حلو أول ما استلمت فطورة المنتج أنت خلاص دلوقتي تبقى تحت مظلة حماية جهاز حماية المستهلك بدءا من لكن ما قبل إجراءات ما قبل أن أنت تستلم فطورة المنتج بتاعك فده مش اختصاصات جهاز حماية المستهلك يبدأ فيه ما بعد فبالتالي بعد لما يستلم فاتورة عربيته نبدأ من هنا اجراءات الحمالي اول ما يبقى مستهلك قبل كده دي اجراء يعني احنا في اجراءات شحن واجراءات بيع وتخليص وكذا انا فيش اختصاصنا اختصاصنا يبدأ انك انت استلمت الفاتورة بتاعت المنتج بتاعك اصبحت دلوقتي حقوقك والمنصوص عليها في القانون بتاع حمالي فاذا جات مثلا العربية غير متابقة لنفس المواصفات اللي انا اتفقت عليها مع المعرض ارجع على المعرض طبعا يشتكي وارجع على المعرض واشوف العقد اللي بينه بينه وبينه وبينص على ايه وكل حاجة هل هينفع انه الوكيل بقى بتاع العربية يقول لي لا دي ما بتخشهش مركز الصيانة بتاعي الكلام ده قتل بحسن والحقيقة بيتم دراسته بتوسع او بتعمق اكتر في جهاز حماية المنافسة ومنع اللي حتكر لكن المؤكد انه حتى لو الوكيل ما بيغطيهوش في الضمان فله الحق انه هو يصين العربية وياخد ما يفيد من الوكيل هنا سعر تكلفة بتاعت الضمان ويستردها من البلد اللي اشترى منها اوكي اطلعه بطت شوية هقولك ازاي حراكي اشتريت عربية الماني ماشي تمام من المانيا حلو تمام حضرتك بتاخد الضمان بتاعك فين في المانيا الضمان اه نزلت مصر عايزت تستمتع بالضمان بتاعك في بعض الشركات بتنفذ الضمان الدولي في بعض الشركات يقولك هنفذ لك الضمان بس هديك فاتورة تصرف فلوسك من البلد اللي بتغطيها الضمان وفقا للفاتورة اللي انت شاري بيها ليه لان اللغباطة بتحصل ايه انك انت بتشتري من هناك بمواصفات البلد اللي انت اشتريت منها عيو فقد يكون في مشكلة في المواصفات مش متعالجة في مصر على سبيل بلاد حرق مثلا لو فاول مثلا مثلا دي منظومة او او صوفتوير معين لمعالجة البنزين كذا مش موجودة قد تكون اشتريت العربية بمواصفات مثلا بلاد بردة جدا او درجات حرارة كذا ففيه مثلا سخنات موجودة في الموتور لما تيجي في مصر تشغل العربية مع وجود سخنات الدنيا تحصل مأساة على طول تحصل مأساة فبالتالي بيقولك الضمان انا هعمل لك الضمان بس هديلك طبعا ما دونه ذلك يعني ما دونه اللي احنا قلناه هنفز لك الضمان وهديلك ما يفيدنا انا نفز لك الضمان هتسترد فلوسك من الشركة في البلد الاصلية اللي انت اشتريت وده فعلا ينفع بيتم اوه فعلا اه طيب هروح هنا على مسألة منتجات اخرى يعني فيه ناس تيجي تقول مثلا ايه يعني حتى من ضمن الاسئالة اللي جات لنا حتى انا هقراه بالنص اللي جالنا على فيسبوك ضمان هل فيه ضمان ضد عيوب التصنيع واللي بتظهر احيانا كتير بعد عملية البيع بنلاقيها ساعات في الملابس بنلاقيها ساعات كتير بتكون حاجات مركونة عند البائع وبيروح جاي مطلعها وقت الاوكازيون ويقول سنعمل لكو تخفيط بعد كده نكتشف ان فيها عيب ما تطلع بقى قطعة ملابس تطلع ساعة يطلع حزاء تطلع ايا كان كاميرا خلينا نقسم المواضيع شوية عشان هنا كل مجال سلعي ليه طبيعة مختلفة فلو كلمنا عن ملابس والناس دايما عندها يعني انطباع انه هو ليه بيحصل اوكازيون فبالتالي دايما عندهم تصور ان اللوكازيون دا بيتضحك عليهم خليني اشرح الحكاية دي او مش بيتضحك عليهم خلينا نقولها بشكل اضاق اكيد الراجل دا يعني يعني مش ممكن يكون بيكسب 70% او 80 مش 70% لما ينزل تخفيط 70% يبقى كان بيكسب 300% او 400% او كذا هنا هنوضح المسألة فيما يخص الملابس وكذا الملابس سلعة بتخضع ليه الموسم يعني انت حضرك الجاكت الجميل انت لابسه دا مش هتلبسه سنة جاي او مش هتشتريه السنة جاي فبالتالي لو الرجل اللي بيبيعه قعد عنده للسنة الجاية فهو عرضا يهلكه بالكامل لانه لانه فشل لانه موضة لانه لون زايد ان عليه مصاريف تخزين صح بيتكلفها عشان يخزن الجاكت دا زايد الاهم من دا انه مش هتش لو ما باعش الجاكت دا دلوقتي باي سعر حتى لو كانت تكلفة او اقل منها مش هبامعاسي يقوله عشان يشتري ملابس الموسم اللي بعده فبالتالي بتيجي عملية التصفية ودي فكرة عالمية بتيجي عملية التصفية وبتبان قوي في الملابس والحاجات دي انها بتتم عملية التصفية بصراعة جامد جدا في محاولة لانه يحصل على سيولة نقدية عشان يمول بيها شراء المنتجات الجديدة وعشان يوفر مصاريف التخزين وعشان ما يضطرش ان هو يعد من المنتج لانه قد يكون ما بقاش لي قيمة او ان المنتج دا هو اللي جاي من السنة اللي فاتت يعني منتج بتاع السنة اللي فاتت اللي اضطر يخزنه فمن هنا بتيجي فكرة التصفية الموسمية مش ان المنتج فيها عيب او كذا لان هنا القانون واضح جدا دا يعتبر غش تجاري لو نلزل المنتج فيها عيب من غير ما يؤشر اليه يعني ما يحطش عليه علامة ويقول ان دا فيها عيب فهنا في الحالة دي تعتبر غش تجاري لكن التصفية في حد ذاتها كفكرة هي فكرة تجارية معمولة علشان التاجر يبتدي بيها الموسم الجديد هل دا معناه بيحصلش مخالفات لا طبعا بيحصل مخالفات امال احنا عاديين بيعمل ايه عشان نرصد المخالفات عشان نعمل مخالفة بتوصل غرامتها لتنين مليون جنيه لو خدعك لو خدعك لدرجة نحتى بالجنة الصالحات بنبقى كماجلس ادارة وقفين قداما محل قد كده وعمل اوكازيون واهمي وطلع له المخالفة بنص مليون جنيه الناس بتقف طب نعمل ايه لان القانون هنا بيتعامل مع مسألة الاوكازيون والاهمي في انها مخالفة سلوك خادع او اعلام مضلل وده منصوص عليه باقوبة تصل لتنين مليون جنيه غرامة في الحياة دي فبالتالي لو حضرتك النهاردة على نشبهها بتشبيه بسيط عندك السلعة او الاميس تمانو مية جنيه قبل الاوكازيون القانون بيلزمك ان انت تشطب على مية جنيه وتحط السعر بعد او اتنين ملصق او تعلنه بايا كان يعني الطريقة تخيل باحدك في واحد يروح شاطر شوية يروح كاتب على مية وعشرين ودلوقتي يبقى بمية ده اسمه اوكازيون واهمي ده اللي بتكلم عنه انه توصل عقوبته لتنين مليون جنيه العقوبة دي قبل قانون حماية المستهلك لما يتعامل واشتغل كاتمين جنيه ده يغش براحته بقى ودفع الغرامة وعادي فكانت المسألة وصلت ان بقى الاوكازيون الوهمي بيوصل لتلاتين في المية من حجم الموسم وبالتالي تأسس ثقافة عند الناس ان الاوكازيون يعني خداعه المصريين النهاردة لما بدأت تطبق العقوبة نسبة الاوكازيون الوهمي بقى كام؟ 2% يارو انا عشت الفترتين ان كان بيتبقى حوالي 30% نسبة الاوكازيون الوهمي والنهاردة 2% اللي عنده بقى في قانون راضع احنا بنمهدنا وقولنا للناس انت التاجر بيعمل الاوكازيون ليه؟ كما لو كنا بندفع عن التاجر لا احنا عايزين حركة الاقتصاد تستمر تمر والتجارة تستمر بس بدون اي نوع من خداع للمستهلك. صح. طب بالتالي بقى القانون قاسي شوية في حتة اي محاولة لممارسة سلوك خادر على المستهلك بقيت الغرامة من مية جنيه لاتنين مليون جنيه. فبالتالي عملها تنقرد. طبعا. حتى النسبة اللي للأسف بنلاقيها جوال الاتنين في المية دي عادة بيكون من الهواية مش من المغامرين مش من المحترفين. خلاص. مش محل لي اسمه. خلاص. استحالة. يعني لو بقاله سنتين في السوق ما بيحصلش منه. خلاص عمل اسم. وعارف كويس قوي انها يعني تكسر دارك. اه طبعا. مش مليون دينين. يعني. مش مزارة. فايبنزة. حتى وبعدين ايه دا لو هو عنده عشر فروع وفيه الكلام دا عشر اثنين. يا حياة. دخلنا في متاهن. ببسط انا بالحاجات دي الاجراءات الرضيعة دي بتبسطني. رقم جهاز حماية المستهلك كامل? ساعتاشر خمسة تمانية وتمانين. اتصلوا بنا تجدوا ما يصل رقم. من الساعة تسعة صباحا لعشرة مساء طوال ايام الاسبوع بدون عطلات بدون اجازات بدون اي حاجة. من تسعة صباحا لعشرة مساء. يعني من قبل ما المحلات تفتح لحد المحلات ما تقفل. وبالتالي حضرتك تقدر دايما توصل لجهاز حماية المستهلك. وبعد الساعة عشر مساء حضرتك او خلال اليوم عندك رقمات ساعة بتقدر تخش وتعمل الشاكوة زيلو خمستاشر اربع سبعات اربع تساعات زيلو خمستاشر اربع سبعات اربع تساعات رقم سهل. حط بقى تحتها يا نديم رقم الواتساب. انا حب اصلي ايه اللي احسن من الشغل. زبط الشغل. تاني زيلو خمستاشر. اربع سبعات اربع تساعات. سهل وبسيط. ومزيكة. قوي بصراحة. طب تعالوا نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل معلمون انس ايميل حسام رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية. اي سؤال متعلق بحماية المستهلك انت عايز ايميل حماية المستهلك اكتب لنا على فيسبوك واحنا تحت قمر المستهلك. طيب خلوني اجدد الترحيب بضفنا العزيز المهندس ايميل حسام رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية. عندي بس شوية اسئلة في السريع. هقولها بسرعة كده. اول حاجة مثلا في التسوق الالكتروني انا بعمل الوردر. هل الوردر اللي انا بعمله ده ممكن يعد وكأنه حاجة زي فاتورة وبالتالي الجهاز في حالة الاخلال بالشروط او الاتفاق? للشاكي اثبات التعاقد باي طريقة ممكن. ايميل. ما احنا في الالكتروني او كتب الفاتورة جاية عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق الواتس او او عن طريق. كل ده يعتد بيه جهاز حماية المستهلك ان يثبت الفاتورة. بشرط لتكون الفاتورة قانونية. وطالما قلنا القانونية باناشد من هذا المنبر الاهام. لو سمحت ما تشتريش الا من مكان معلوم المصدر. صفحات الفيسبوك والانستجرام والتليجرام وكل الحاجات دي هي زي ما انا دايما بقول باقع جائل. ما بيدكش اي مستند يثبت التعامل. لما بندور عليه ما بنلاقهوش. لو فقفنا الصفحة عن طريق مباحة عن طريق شرطة الانترنت بيقفل ويفتح صفحة جديدة بعدها بساعتين. اه. لو سمحتوا ما انشجعش هذا النوع من التجارة. اذا ما كانش المصدر اللي بتشتري منه معلوم بالنسبة لك. من فضلك ما تشتريش من الصفحات اللي موجودة على المواقع التواصل الاجتماعي. طيب. عايزين نروح لموضوع يمكن هو اكثر بقى عمومية شوية وفي نفس الوقت مهمة جدا. المسألة فيما يتعلق. سواء اذا كان بمواصفات الجودة وما الى ذلك. ومن تاريخ الانتاج وحتى تاريخ انتهاء صلاحية اي منتج. فيه الكثير من التفاصيل ممكن تبقى حصلة جوه. والكثير من الامور اللي ممكن تخلي المستهلك يخبط في الحيط. صح? تاريخ صلاحية تقصي بيه العمر الفتراضي. اه. طيب. نقف هنا الاول وقفة. اه وقفة صديق. ماشي. احنا ما فيش حاجة اسمها تاريخ صلاحية لسلع معمارة. فيه حاجة اسمها عمر الفتراضي. اوكي. طريق جوهري. حلو. لو قولنا تاريخ صلاحية معناها بعد تاريخ صلاحية نرميه. اه. لما بنقول عمر الفتراضي يعني العمر اللي هيفضل يعيش المنتج ويتخدم. حلو. يتخدم من صاحب العلامة لغاية ما يوصل للعمر ده. مم. وده فرق جوهري ما بين كلمة تاريخ صلاحية لا يوجد شيء اسمه تاريخ صلاحية. تاريخ صلاحية ده في الاكل. ده في الاكل. لان ده في مواد من الداخل. او الدواء او او كسا. انما لما نيجي للسلع المعمرة حن يعني احنا بنحب نضرب امثلها سوا. فاكر بتجازل الابيض اللي ابو اربع رجلي. انا مش حاول. العمر بيخلص وهو ما بيخلصش ما شاء الله. موجود. طبعا. بقاله كم سنة? بتاع خمسين ستين سنة. طب التلاجة. التلاجة البيضة. البومبيدي. مش قادر اقول اسمها عشان دي مركب جد لأ. موجودة. 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 شغالة? اه. شغالة طيب. بقالها كم سنة خمسين. ستين. من ايام جدتي. حلو قوي. فبالتالي بقى عندنا احنا ثقافة. احنا مش اجانب احنا مصريين. اه. يعني حضرتك ما بتمشيش في مصر. تلاقي واحد حضرت لك تلاجة على الرصيف يبقولك لو سمحت شيلها. زي ما بنشوف في اوروبا وفي امريكا. من فضلك شيلها وخدها. وهي شغالة. احنا عندنا. بغير البيت. وباخد معاها السلع المعمرة. اروح البيت التاني. بالضبط. وبعد كده اغير البيت تاني ااخد نفس السلع واروح. وبعد كده لما يعني يكون زهيئة من اقودها وديها اسكندرية ولا راس البر ولا الساحل ولا. ايو. هناخد الوديها المصير. تمام. الناس لما بتيجي تأسس لجواز ابنهم او بنتهم بيشتريلوا الغسالة والتلاجة والبتجاز والسخان ويحطهم عنده علشان كزا. فبالتالي عندنا مفهوم اسم مفهوم السلعة المعمرة. عشان هي كلمة معمرة. عايشة بقى. تمام. احنا ما عندناش ما اسمهاش لا وايت جود ولا اسمها سلعة معمرة. ايو. لانك لو ترجمت الانجليزي هيطلع اسمها اجهزة منزلية. احنا عندنا اسمها سلعة معمرة. ايو. يعني ايه معمرة? يعني المفهود يبقى لها عمر. اه. طيب العمر ده قد ايه? اه. طيب. قبل ما نقول له عمر ده قد ايه? فهنا نمسك سلعة من سلعة. اختار مسلا غسالة. اوكي. حاجة فتحت الغسالة الاوتوماتيك من جو. اه يعني مرة شفت غسالة. بتاعت ماما بتتصلح. اه. شفت حلة. الحلة دي العديد اللي احنا عديد. حلة العديد. شكلها استنس. اه. ممكن تكون استنس تلات اربع درجات. اوكي. ممكن تكون صاج مدهون طبقة كروم. هم. تفتكر الصاج اللي مدهون طبقة كروم هيعيش زي الاستنس 18-14 هيعيش زي الاستنس ربعمية هيعيش زي كزا? لا. ستين ربعمية ده اقوى حاجة. تمام? كل واحدة من دول هتحدد عمر الحلة. من الضمان يخلص من هنا وتلاقي الحلة بازت من هنا. هم. لغاية انه هتلاقي الشركة تانية بتقولك ضمان مدى الحياة. ايوة. عشان حطى منتج خمته ايه من جوة. فبالتالي لما بنقول عمر افتراضي او القرارة بطلع بالعمر الافتراضي. احنا بن.. عايزين نوصل لايه? مستوى جودة يليق بواحد بيستثمر في السلعة دي وعامل حساب ما تعيش معه. صح. عايزين نعمل حاجة نحط قاعدة اساسية. ان بعد الضمان الاقي قطعة غيار. صح. يعني ايه عمر افتراضي? يعني بعد ما انتهي الضمان? هنقول مثال السلعة دي ضمانها ثلاث سنين وعمرها الافتراضي عشر سنين. ايه اللي هتاخده خلال السبع سنين اللي هم بعد الضمان? ان انت هتلاقي قطع غيار ومراكز خدمة موجودة ليه. مصبو. لكن مفيش منطق في الدنيا ان انا هشتري سلعة. يخلص الضمان من هنا. يبوز من هنا يقول لي انا اسف ما عنديش قطع غيار ليها. وممكن يكون الشخص ده لسه بيدفع القصة بتاعها. اه. والكلام ده انا ما اتكلم بقى من واقع. صح. احنا بتكلم من مشاكل بنرسودها. ان فعلا بتلاقيه بيقولك انا لسه بسد او سد بتقولك انا لسه بسد قصة التلاجة. وبيقول لي مفيش مطور ليها. اه. مفيش اه مش عارف ايه ليها مفيش كزا. عصا طلعت من الضمان. طب وفيه من العمر بتاع السلعة? عشان كده قلنا لابد يبقى فيه يذكر العمر الافتراضي السلعة. ومعاملناش زي دول تانية قلتلك حط عمر افتراضي. حدده انت بمعرفتك. قلتلك لأ حدده انت بمعرفتك يا سيادة التاجر او المصنع او المستورد. وقل لي قد ايه? وانا من حقي اختار. اختار. يقبله. يبقى عندي معيارين اقدر اختار عليهم. مدة الضمان وعمره. والتالت سعره. يبقى انا التالت معايير دول يقدر احكم على المنتج ده. اشتريه بعشرة جنيه. ولا بخمسطاشر جنيه ولا بعشرين جنيه. ودي لي هزبون. ودي لي هزبون. وليه لي هزبون. لكن حقي اني اعرف. صح. حقي انا كمستهلك اني اعرف. لكن اشتري يخلص الضمان من هنا المفروض انا ميها? هو ايه? او ده انا بيحسن. او انا كنت تقع فريسة لمراكز الخدمة الوهمية. ولي احنا بنشتغل عليها دلوقتي برضه. عشان بس اني بقى عارفين يعني. او انك انت تحط قطع بغيار مش من طبع الجهاز. مفي مركة ليها بتاع خمس مراكز خدمة. خمسين. ده حقيقة مش خمسة. عارفها هتكلم عندي. اه. تمام. فاللي عايز اقول لحضرتك انه العمر الافتراضي. مفهوم العمر الافتراضي اللي احنا طلعنا بيه قرار. مفهوم العمر الافتراضي. ان السلعة المعمرة. ومفهوم السلعة المعمرة هي السلعة اللي بيحتاج تشغيلها لقطع غيار ومراكز خدمة. يعني مش بس غسالة وتلاجة لأ وعربية واي سلعة ليها قطع غيار ومحتاج ها مركز خدمة. يعني الساعة بتنفع ايه? اي الموبايل الكمبيوتر اي سلعة. اوكي. بتحتاج عشان تستمر في اداء وظيفتها لقطع بغيار ومركز خدمة هي خضع للقرار. وبالتالي لابد يعلن عليها بكل الطرق. حلو. يكتب الضمان والعمر الافتراضي. انا وانا بشتري اخدار. هديك مثال بسيط. في شركتين تلاتة في مصر بيبيعوا ااا اللي هي ااا حاجة الحمامات الخلطات. خلطات. والتجهيزات دي. ايه. منهم شركتين ثلاثة بيقولوا ما ضمان مدى الحياة ولو اتصلت بيهم بعد عشر سنين بالتليفون بتقولوا الخلاط بينقط مية بيجي يصلحولك ويمشي وما تدفعش مالية وسعر الخلاط عشر أضعاف سعر اللي موجود في الفجالة ده بيبيع ولا لا عشان في بعض الناس بتقولك لا ده انتوا كده الأسعار في مقابل الجودة والاختيار لمين؟ للمستهلك عندك الحاجة اللي هيقولك عمرها الافتراضي زي واحد اكتهت كده قالك خلاص احنا بقى نكتب العمر الافتراضي اتضمان اكتب ما أنا بختار وكلوك هتتفقوا لو اتفقتوا ده عارف يا سلام خلني اتجنة يلا لكن اللي هيحصل ايه واحدة يقولك ثلاث سنين واحدة يقولك خمس سنين واحدة يقولك عشر سنين واحدة تاني هيجيب منتج دفع ثمان وهديك مثال اللي دي هيقولك عشرين سنة ليه؟ هديك مثال بقى حاجة فيه شركة مش شركات المحترمة جدا في مصر طبعا مش هقدر يقول اسمها بتدي هامش ربح للتاجر في التلاجة خمسة وعشرين جنيه بس خمسة وعشرين جنيه؟ خمسة وعشرين جنيه طب انا كانت تاجر اشتغل فيها ليه بقى هقولك ليه؟ عشان جودتها فبتلا مش عشان بتتسحب كتير عشان لازم تكون عندي في المعرض عشان الزبون ييجي اول ما ييجي ما يبيعلوش دي حاجات كتير بقى حوالي حاجات التانية بقى خد التلاجة وخد التلفزيون والديفريزر لا والتلاجة اللي هو وانا تغير بقى الفيديو الهامش ربح لا وممكن يكون عنده تلاجة تانية هامش ربح بتاعه خمسمة جنيه والف جنيه بس هيدخل عن طريق دي بيجر رجله بالتلاجة المحترمة لما يوقف بقى الزبون اللي هو انا والحضرتك داخليني يقولك لأ بص التلاجة دي اه هي ممتازة بس دي بقى بتتشقلب وبتنور اصفر واحمر وبتاع المزيكة يحاول يقنعك تشتريها ايه الفرق بينهم الفرق ان التلاجة اللي عاملها هامش ربح تيها خمسة وعشرين جنيه او خمسين جنيه الراجل تصارف عليها كمصنع صارف عليها ومراكز خدمة وقطع غيار صارف عليها وفنيين ويدوبك هو مثلا كسبان له فيها خمسين جنيه عشان ايه عرف طلحها تنافس في السوق ويدوبك خمسة وعشرين للتاقي تلاقي ارقام هزيلة فمقابل واحد بقى من جايب من عملاق من عماليقة الصفراء عماليقة الدول الصفراء الغسالة دي كسبان فيها تلتمية في المية او التلاجة فبالتالي يقدر يدي للتاجر الف جنيه عليه طب ايه الفرق بين دي ودي المنتجات الخمات اللي جوه الكاوتش بتاعها الاستانلس بتاعها المصمار بتاعها ده مطاط اصلي ده معتد ويره ده استانلس كزا ده صاج مدهون ده بلاستيك كزا ده ريسائك او كزا ده بيحدد عمر المنتج فبالتالي انت مش هتشتري منتج جيد الا لو قرفت عمره طبعا ولما يجي حط عمره هو بيحطه من قياس للجودة تبتعالى نرجع خطوتين لغر ونفتكر كلام في خمط الرئيس لما قالك لازم المنتج المصري يبقى بموصفات لا تقلع الموصفات الاوروبية بالزبط دي بقى من اكتر الحاجات اللي بساطتني وفرحتني واخنا نعيش طول عمرنا بنتعمل لي ان احنا يعني درجة تالتة ايه يعني درجة تالتة ايه لما ابقى زي زي المواطن الاوروبي هنحددها ازاي النفس المواصفات التي تطبق في الاتحاد الاوروبي اطبقها عندي هنا ازا كان على البضاعة المستوردة عمري ما اخد الافراج الجمروكي غير لو كان شهادة المنشأ فيها كل المواصفات اللي بتقول ده مطابق للمواصفات الاوروبية ويترجم بالنسبة لك انت جنبش تهلك في العمر الافتراضي في العمر الافتراضي يترجم على طول مباشرة اه انت مش هتخش جوه رجل تاعة الهيئة القبع صندرات والوردات بيدخل جوه كل حتة ويقيس وانت بالنسبة لك هتشوف ايه عمر صح يبقى ايزا النهاردة المستورد او المنتج هبتدي بص العنصر ما كانش موجود في الحسابات العنصر المستهلك هيقيم عليه السلعة دي عنصر العمر الافتراضي انا بشتري ههلك السلعة دي على قد ايه على عشر سنين على خمسة عشر سنة على عشرين سنة ورجل بعد كده يقولني انا منيش دعو بيك مختك يا وبخيط بازت معركة ما لكش قطع غيار عندي نقيس بقى وابتدي هنا اختار جودة وفقا لمتطلباتي افرد انا عايز حاجة ما تعيشش غير سنة ايه موجودة وانا عايز حاجة تعيش معايا بمفهوم السلعة المعمرة عشرين سنة موجودة ليك حق الاختيار في معيار نقيس عليه حق الاختيار ألفا مرة شفت مسل قدامي غريب جدا وكان بالنسبة لي لافت مطابخ في شركة كبيرة جدا موجودة دلوقت في مصر بقالها يعني كم سنة قليلين بتعمل أساسات منزلي جاي من بلاد برية المطابخ بتاعيها هتلاقيها هيقول لك وكتوب عليها ضمان خمسة وعشرين سنة فانا قلتوا ما جمعوا ده خشب ال ايه اوي لا ده مش عارف خشب مصنع بطريقة الكذا وكذا 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 وحد تاني بيبيع المطبخ الخشب بتاعنا اللي احنا عارفينه من أيام ما كنا في بيوت أهلينا وما إلا زي لقيت السعر قريب جدا سألت الناس اللي بيبيع المطبخ اللي هو خشب زان خشب أرق يعني جميل تمام حلو مية مية مش مختلفين بكام قال لي كذا ماشي التانية فرق السعر أزيد بس مش كتير سألت الأولاني قلت له انت ده ضمان قد ايه فبصر قال لي ضمان قلت له ضمان يعني عليه ضمان فيه ضمان عمضبخ قال لي حضرتك هو ده خشب طبيعي ده بيعيش العمر كله قلت له عليه ضمان قال لي ممكن اعمل لحضرتك مثلا ستة شهود حاجة ياربك الحبوب قال لي تلت سنين قلت له طب ما هو فيه شركة كذا انت عارف المكان وبييجوا ويركاب ويعملوا وما كل حاجة انا مجيش دعو انا باشا قال لي سيبك منه ده صناعي قلت له بس ده ضمان 25 سنة قال لي سيبك منه أنا في الحالة دي هعمل ايه أنا في الحالة دي أنا كيوسف هروح اجيبه بخمسة وعشرين سنة بصراحة طب انا هقول لحضرتك على حاجة وانا اسف اخد من وقت مشاهدينك المحترمين اه دي اقتين بزلارفوك فيما يخص موضوع المطابخ قال لي الحظ ان انا اروح شركة المانية عشان نقول بس مش اقول اسمها ماشي بتصنع مطابخ واجهزة اه منزلي بتدي نمان مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة والدن دخلونا في حتة ممنوع حد يخشها بس عشان نشوف هم المعمة اللي بيختبر لقيتهم جايبين درج مطبخ اه درج مطبخ بماك انا بتفتحه وتقفله ماشي عليه لود عليه حمل حمل 80 كيلو اوكي بني ادم قاعد فوق 80 كيلو محتوط وبيحرك الدرج كام مرة 2 مليون مرة مم وبعد ما الـ 2 مليون مرة يخلصوا ده ده خلي بالك فيه مورد للمجرى اه وبيختبر مجرى يشوف معدل التآكل يشوف لا اتهزت حصل فيها خلوص قد ايه خلوص خلوص لو حصل فيها خلوص منستلماش فبيديك ضمان مدى الحياة شفت نفس الشركة دي بتنتج غسالة ضمان مدى الحياة ده عندين هنا ولا هناك لأ برعا بالأسف حتى التوكيل مش موجود في مصر اه تمام بتدي ضمان مدى الحياة مدى الحياة فيه واحد بيبيع جودة هو عارف بيعمل جودة شكلها ايه هتقوله غالي هيقولك بس هو مدى الحياة مدى الحياة لما انت مش هتلمسه تاني خلاص مدى الحياة فيه شركات مصرية اثبتت وانتاج محلي اثبتت على مدار العشرين سنة اللي فاته ان فيه فعلا انتاج محترم حلو السلعة موجودة وشغالة لحد الوقتي بكفاءة بقى العشرين وخمسة وعشرين سنة بحل لازم نشجع النزل مزبوط بس في المقابل عفو فيه واحد بيروح عند العمالقة الصفر تمام يحطوله التلات منتجات وعلى فكرة عندهم التلاتة عنده التلاتة عنده التلاتة اللي باديها لأوروبا موجودة عنده اه والناس تانية بتخدها موجودة عنده ويقوله دي بعشرة دولار دي بخمسة عشرين هاتلي مو عشر ومو تلاتة بتبك وعاوز بيعها بتلاتين وبربعين وبخمسين بالزبط ايه اللي هيميزهم هيكشف لما تيجي تقوله عمرها قد ايه لازم يروح يشتري مو خمسة عشر وهو ده بقى دلوقتي اللي لما هيجي للمينة هقوله شكرا بالسلامة رجعه انا بشتغل بالمواصفة ولو عدت من مينة وجدت ما هو ملتزم قاعد معها قاعد مع العمر اللي قاله وقاله هيجي لي بقى فانا هقفشك في جهاز حماية المستهلك هيجي لي هيروح فين ما احنا موجودين مع بعض عايشين مع بعض يعني اكيد جهاز حماية المستهلك عمره اطول منه فاحنا عاديين مع بعض لو حضرتك اعلنت واخدعت المستهلك عندنا غرامة تصل لتنين مليون جنيه عن كل مخالفة عن كل مخالفة كل مخالفة تمام يعني لو انا اشتريت مثلا شوية حاجة واحد مثلا بيجهز بنته فهيشتري مجموعة اجهزة هنفترض خمس او ست اجهزة هيتحطوا في البيت كل فاتورة بعقوبة صحب خلينا نقول حاجة الناس عارفة القانون وعارفة العقوبة وكده خلينا نقول نتفق على حاجة دلوقتي احنا ابتدينا الحلقة وقلنا احنا بنتكلم في معيار جديد تقابلوا مصر اسمه جودة ايه جودة في كل شيء فلابد كمان المستثمر او المستورد عايز اقولك حاجة انا اثق تماما في المنتج المحلي واللي بيدر الانتاج المحلي الاستراض الرخيص صح بيدروا بيضطروا ينزل بمستوى عشان يضطروا يعرفي نافذ بالمناسبة لكن المنتج المحلي وانا بقولها وعلى مسئوليتي المنتج المحلي عادة بيحاول يبيع جودة عليه هو احد معنا بيبني اسمه بني اسمه في عشرين تلاتين سنة ولسه مستمر صح فعايز يبني اسمه بسمعته بمنتجه اما اللي بيروح يجيب له كونتينر ويجي ويطير يجيب له اتنين كونتينر ويطير في مصر الشركات ومصانع اسم ليه تاريخ وعايز اقول لك حاجة بص على صدراتهم شكلها ازاي حاجة تشرف طبعا صدراتهم في كل حت منتجاتهم في كل حت اللي بيدر الصناعة الوطنية المستورد للأسف اللي بيجيب كلام فارغ وده عادة لهو التاجر المحترم بتاعنا ولهو الصانع المحترم بتاعنا ده أنا بسميه المغامرين المغامرين معانا عشرين الف دولار بقى راجل اعمال فجأة مقبلاش ما فيز ازاي يدخل فيني اه 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 اعمل كده وهب يروح واخب بعضه وجايب كونتينر او يشارك على نص كونتينر ويجي يفرش به السوق ويضرب الاسعار اللي هو واخدها برخصه بطراب في منتج اي كلام ويروح بايعه ومش فارق معاه سمعة وبيضر المنتج او المستورد المحترم لانه بيبان ارخص وبيبان اقل والحاجات دي كلها اللي بتنور يعني برضى اصلاعنا عارف الحاجات اللي بتنور دي بقت كتير قوي في مسر بتلعب كده يعني انا كمستهلك وانا دخل اشتري لازم اسأله هو ده معلن معلن على المنتج وعبوته وعلى شهدت الضمان وعلى الفاتورة وعلى كافة الاعلانات بقنا لازم اقرأ قدامك واضحة زي الضمان بالزلط هتلاقيها موجودة كل حد هتلاقيها موجود الضمان والعمر الافتراضي طبعا المشينافز ده بتعرض بقى العقوبة كبيرة جدا مهم عند المستهلك او مهم للمستهلك جدا لانه احنا للأسف بناخد الحاجة من عمياني كده اه تمام اه 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 دفعت اخد الحاجة رجعت البيت لما بيحصل عطل برجع رجع الورق الاقي نفسي انا استلامت حاجات مش يعني زي شاهدت الضمان محدش فينا بيقراها وهو بيستلم المنتج احنا بنبدأ نقراها لما المنتج يحصل في عقل هو دي بقى من الحاجات الاساسية اللي احنا لازم برضو الاعلام يساعد اه في توعيد المستهلك بحقوقه مهم ثقافة الاستهلك ثقافة الاستهلك اني انا اقرأ اني انا متخدعش ان انا مدخلش سوبر ماركت الاقي كده فجأة اه الحاجة دي نزلة خمسين في المية روح شارع عشرة وجاري بيهم ليه لا هي المشكلة مش في الايه المشكلة انه هو مش اخد باله انه ممكن يكون تاريخ الصلاحية فاضل واسبوعي بالزبط هترمي في الايه فهو فرحان بالعشرة ياخدهم يا دوبك يروح هو يعني محتاج واحدة بس اللي هتكفيه وبعكذا البقين طلعوا كذا وهو متصور انه اخد عرض مميز يعني اقرأ بص استهلك باحتياجك على قدك احنا بنتشدق بالمجتمعات اللي اتطورت والعالم اللي سبقنا تما نشوف انماطهم ايه مش لازم نشوف بيتفرجوا على التلفزيون ايه مشتري تفاحة تفاحتين اه يعني مش لازم بنتون جينس المقطع تما نبصه ما بيجي اكل بيأكل ازاي طبق بتاعه شكله ايه اه اللي ما بيجي اشتري تفاح بيشتري كام واحدة جوافاية احنا اربعة هنشتري اربعة تفاحات كام جوافاية كام لاموناية كام صبعموز كام بطاط صاية صح ما فيش حاجة هناك حتى بالكيلو الباوند اللي هو ربعمائة وخمسين تقريبا جرام رطل رطل حتى الكيلو كيلو ده كتير قوي فهمني؟ يعني الكيلو ده كتير رطل وميت جرام ما تمام حتى خد حكتك طازة عايز نص كيلو رز خد يا سيدي كيلو مفيش نص كيلو خد لك كيلو بالعكس خلينا نشجع الناس اللي نعملوا نص كيلو وربع كيلو ليه احنا النهاردة وصلنا في ثقافة الاستهلاك للشكل اللي بيخلي عفوا يعني مخرجات البيت قيمة جدا الزبالة بتاعك صح؟ يعني عضويا قيمة جدا لانك ممكن تفتح كيس الزبالة بتاع اي شقة تلاقي طبقين رز مطبخين ومرميين خدوا سمنة وزيت ومية ونار وتلاقي ثلاث اربع حبوب فاكهة بيزة وتلاقي كان بطاطسية بايزين وكان بصلايا مسودين ليه؟ والله يا حرام ليه 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 طب انت عارب بقى ده بتترجم لإيه؟ عشان نوصل نوصل نحن نقول حاجة بتترجم لانك بتوفر ستين في المية من مصروف الغذاء ستين في المية؟ ستين في المية احنا بنرمي ستين في المية؟ ستين في المية ستين في المية من مصرفات الغذاء بتروح في الهدر في الإهلاك فاحنا النهاردة عايزين إعلاميا نبتدي نوجه الناس لحاجات كتير قوي في ثقافة الاستهلاك مش بس انو يرجع منتج او ان هو ياخد حقوقه في حول مسالك لا في حاجات تانية ممكن تخليني بس أوفر شوية حاجات بسيطة ألاقي نفسي بقدر أدخل ابني مدرسة أحسن ممكن ألاقي نفسي بقدر أجيب عربية أفضل ممكن ألاقي نفسي بقدر أسكن في شقة أفضل يعني خلينا نديلها وقت تاني مهم جدا ان احنا نحاول نلتقي بانتظام قدر الاستطاع يعني جاي ببالي كده ما مرة كل واحد في الشهر كده والناس لسه مستلمة مرتباتها او تلاتين في الشهر لو حد بيستلم المرتب يوم تلاتين يعني أنا تمام ما عديش مشكلة أستلم كل يوم خمسة وعشرين في الشهر بقى فرحان جدا نقعد سوا ونقعد نتكلم ونوعي الناس أكتر ونفهمهم أكتر ومطلعهم على مستجدات أكتر بفكر في الحكاية دي ما ديجي نرتبها ان شاء الله نفكر فيها يلا بينا نحاول نرتب ذلك أنا عايز أشكرك جدا 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 على وجودك وعلى وقتك اللي بتديهولنا وشكرا جدا لكل الفريق بتاع جهاز حماية المستهلك شكرا كفا ألف ألف شكرا وبقول لحضراتك متشكل بالنيابة عن فريق جهاز حماية المستهلك وشكرا لكل مشاهدينك المحترمين ولحضراتك اللي بنعمل المحترمين شكرا جزيلا كل الشكر لضفنا العزيز المهندس أيمان حسام رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية شكرا جدا لحضراتك وعلى حسن المتابعة نكلنا العمر إن شاء الله احنا بنجد بستين في المية خلي بالكم من أكلنا لو كلنا العمر بإذن الله هنتقابل بكرة في نفس المعاد وقبرنا ماجيكم التاسع سلامات